موسيقى جعل من يريد أن يشاهد هالفيلم بمثابة يعني أنه عدو للبنان أو أنه يعني مؤيد لإسرائيل يعني هيدا المعادلة صارت اليوم يلي مع هو مع إسرائيل واللي ضد عرضه صار هو بصفة المقاومة ووسط دعوات لمنع عرضه بالقوة هون أول شيء ببيروت فيه إجراءات معينة تخذتها البلدية لتفادي حصول أي تطورات يعني هذا دور يفوق البلدية ودور البلدية بهذا الإطار شو لازم تعمل القوة الأمنية لأنه في حكة في دعوات للهجوم على صلاة السينما ما بعطيت حزب الله يعني حزب الله هو مكون بالسياسة زكي وملفت جدا أنه الحزب وسمحت السيد أنه ركدوا بسرعة عبروا موقفهم عن مسألة الدبوست وبعدهم اللي هلأ مع بعبروا عن موقفهم الصريح بموضوع خلاف اللي صاير بين رئيس بري ورئيس ميشيل عون يعني هاي دي نوع من إذا بديك الزكاء السياسي ما بعتقد أنه فعلا حيقوموا يروحوا ويعملوا أو يدعوا لأمور تتخطى سقف القانون بالقانون بيحقق لهم هني يعارضوا بيحقق لهم هني ما يروحوا يحضروا يدعوا الناس يلي بتأيدهم وبتناصرهم أنه ما يحضروا هيدا الفيلم ولكن أنه يقوموا بإجرات ولكن المؤسف والشي اللي بيخوف أنه إلى حد ما هيك كشفوا البلد أنه هلأ مثلا البلد فيه فيه خلايا نايمة إرهيبية فيه فيه أجهزة استخبارات بدأ تعمل شي لتزرع مزيد من الفتن بين اللبنانيين لتفجروا الوضع تستغل هيدا المسألة وتروح تحط مثلا متفجرة بيدور السينما خلال عرض هيدا الفيلم شو بيمنع أنه هيدا الشي يصيب هون بيرجعوا اللبنانيين حزب الله عملها وأن الهدف أنه يوصلوك لهيك نعمل الاتهامات للأسف ما كان حزب الله لازم يروح هلأت بهيدا الموضوع وبعتد أنا هون يعني السيد حسن عطوه معلومات مضخمة عن موقف المخرج يعني سبيبه لا ممكن يكون أنه عطى عطى هيك موقف يعني آخر النهار فهذه هي المسألة على أنه كوى الأمنية أنه تفتش أنا برأيي وتكون نفس الوقت فاتح عينا عاية زميلنا على الأمين قال يلي عم بيصير ما هو إلا دليل سارخ على الهزيمة الفكرية والحضرية التي نعيشها اليوم أنه ما بقى في حتى بهيدا الموضوع صار فيه معحط للإيل والآل أيضا بموضوع آخر صور السوريين اللي كانوا عم بحاولوا يهربوا من جحيم الظلم عبر الحدود اللبنانية بسر والعثور على المزيد من الجثث مبارح عثر على جثثتين مرأة وطفلتها البلغة من عام ثلاث سنوات موضوع استحور على الاهتمام خلينا نشوف كاريكاتور أرمى حمسي بجريدة النهار رسم وحشي الحرب من ميل والبرد من تاني ميل وبينهم اللاجئون السوريون هذا الملف أمامك بشهدية تسقط الإنسانية أبريق ما قالوا علاقة لن من المجموعات الإرهابية ولا التكفيرية ولا حتى المجموعات الحربية والكتالية هاربنين من القتل من الإرهاب بكافة جوانبه بكافة أشكاله إن كان النظامية وغير النظامية ليروحوا على محل آمين حتى تأس مرحمون للأسف أنا برأيي هيك مشهدية كانت لازم تحرك مشاعر حزب الله وكل المكونات اللبنانية وحتى المجتمع الدولي أكتر من مسألة مثلا فيلم The Post زميلتنا روزانا بمنصف بتقول بالنهار تمت حاجة للابتعاد عن التوظيف السياسي أقل بالمرحلة المقبلة لهذه المأساة فلا يكون هؤلاء المادة الوحيدة الأساسية المتوافرة للانتخابات على أساس تعودنا أنه كمان قصة النزوح السورية من الشعارات يلي كانت محتى جاذب بالمرحلة الماضية شو هي الشعارات يلي رح تحكم الانتخابات المقبلة بتقديرك من بعد كل هذا الخلط للأوراق السياسية في البلد؟ كل الكواس السياسية عندها ثلاث تحديات التحدي الأول هو التحدي التقنين متعلق بأنول الانتخابات بارح زميل اللي قالنا كنا عاديين هكي عم نتحدث اللي بمنطقة معينة أنه أنا عنا مشكلة نحنا أنه نقنع جزء من ناخبينا أنه ما يصوتوا لزعيم أكس لأنه إذا صوتوا لزعيم أكس بتسقط اللايحة بيطلع زعيم أكس بس اللايحة كلها بتسقط أو باقي الأعضاء اللي هني على اللايحة من هيدا المنطلة المواد الجديدة في القانون إن كان على مسألة النسبية والصوت التفضيل هي تحدي أساسي أمام كل الكواس السياسية كفيلة بأنه تخلط تغير الوجوه بشكل كبير إلى حد ما يعني آخر نهار القوى السياسية اللي موجودة هلأ هي وضعت قانون الانتخاب من الانتحار السياسي أنه يحطوا قانون ما يرجعون يعني ما يكون فيه احتمالات أنه يرجع عدد كبير من الكوى الحالية ولكن هيدا ما بيعني ما بيعني بنفس الوقت أنه حيكون فيه معارك انتخابية حيكون فيه نتائج غير متوقعة فيه نسبة معينة يلي هي أنا برأيي 35% من النتائج مفاجأة حيكون فيه مفاجأات المسألة التانية أنه بموضوع اختيار المرشحين نعم العالم بدأ وجوه جديدة العالم بالانتخابات الأخيرة اللي صارت بموضوع انتخابات البلدية شي الأساسي اللي لعبوا عليه على موضوع التغيير الآن التغيير قد يكون له أشكال مختلفة يعني آخر النهار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تغيير نعم بشكل مختلف نعم بشكل معين نحن نحن هون عم نحكي أن العالم لازم بتنقي مرشحين راب من العالم عايشين مع العالم بيحسوا مع العالم بيشاركوا العالم همومة مرشحين دايماً يردوا على تليفوناتهم مرشحين ما كاتبهم مفتوحة ليتابعوا خدمات العالم مرشحين يكون عندهم جرأة كمان يلعبوا الدور الرئيسي والأبرز للنائب في البرلمان اللي هو التشريع لأنه نحن بموضوع التشريع قد ما فيه أمور بعد ما يعني إذا بدك رجعيين لورا وتالية موضوع أساسية العنوين يعني شو البرنامج الانتخابي شو هو إذا البرنامج الانتخابي بده يضله إنه مسألة الصراعات الكبرى ومسألة الحروب النووية والحرب الباردة والعقائدية وهيدي الأمور أنا برأي أنتوا بيكونوا يعني الكوة السياسية كلها بعيدة بعيدة عن العالم العالم بده مين يقدر يحسسه إنه هو ممكن يكون الأمل إنه بكرة لبنان حيكون أفضل كيف بده توسع العالم؟ هون منرجع لأسة الثقة مسألة مسألة الثقة هي شغلة أساسية وأنا برأي هيدا يجب أن يشغل يعني إذا بتطلع بتطلع بكل الكوة السياسية بعتد مأخرة شوي بموضوع العمل الانتخابي يعني لحديد هلأ مش كل الكوة السياسية أعلنت رسميا بشكل مطلق عن كل المرشحين يوم بده يعلن وليد بيك يمكن بعتد الأحد أحد الجيه بس أنه تقريبا صارت واضحة الأسامة ومعروفة حزب القوة اللبنانية كمان عم بيعلم عن بعض المرشحين يعني آخر نهار وقت أنت تختاري مرشح العالم تعرفه والعالم تتعطى معه والعالم العالم بتحسه جزء منه مسألة الثقة بتصير أنه أنه ملنا الثانوية بس بتحلي جزء أساسي منه ما بتحسه نزل عليها بالفراشيوت آخر نهار بدك مرشح قوي بدك مرشح هو يروح يشتغل لللاحة بش بس ما بقى فيه مسألة أنه اللاحة هي بتعمل كل شيء أو فهمتي شو قصدي مدام جهد خاصة قصة الصوت التفضيلة يعني هو بهالمعنى بدي أشكرك أستاذ خليل شئير عدو المجلس بلدي لمدينة بيروت والصحافي والكاتب السياسي على حضورك معنا اليوم على هالجولة الطويلة العريضة مثل ما بيقول شكرا جزيلا لك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 شكرا